السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد على قناة المصمم العربي اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نقوم بشرح كيفية تحويل نص داخل شكل هندسي معين ألا وهو شيء وهذا الدرس سيكون تتم لسلسلة أدوات تصميم المستعملاء المستخدمة في برنامج الإلسطراتون نبدأ على بركة الله أولا سنقوم بكتابة نص ويفضل أن يكون bold أنا اخترت هنا نص area black كما تشاهدون معي الآن هذا نص نقوم أولا بعمل نسخة لهذا النص ثم نضغط بالزر الأيمن للموس ثم نقوم بالتعط على create outlines ثم نحصل على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم باختيار شكل هندسي الأول وهو شكل بيضوي ثم نقوم بأخذه بجانب النص هكذا ويجب أن يكون الشكل فوق النص هكذا بعد ذلك سنقوم باختيار الشكلين معا النص والشكل في الهندسي ثم نقوم باختيار object ثم نذهب إلى envelope distort ثم نضغط على هذا الخير الثالث make with top object ثم نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون معي الآن فالنص فالنص أصبح يأخذ شكل البيضوي للشكل كما تشاهدون معناه بعد ذلك سنقوم بنفس بنفس الطريقة أخذ النص ثم نقوم بأخذ الشكل دائري ثم نقوم بتحويل النص إلى خطوط outlines create outlines بعد ذلك سنقوم باختيار الشكلين معا ثم نذهب إلى خير object ثم envelope distort ثم الخير الثالث make with top object ثم نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون معا النص تشكل أو تكون على شكل دائري وأيضا سنقوم بنفس الشكل لطريقة للشكل معين نأخذ هكذا ثم نقوم بتحويل النص إلى outline كما تشاهدون معا بعد ذلك سنقوم باختيار الشكلين ثم object ثم envelope distort ثم make with top object ثم نحصل على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم باختيار النص ثم تحويل إلى outline ثم نقوم باختيار هذا الشكل الهندسي ثم نختار الشكلين معا ثم نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون معا بعد ذلك سنختار الشكل الموالي بنفس الشكل بنفس الطريقة ثم نقوم باختيار خيارها على object ثم نقوم باختيار هذا الشكل ثم نخص على هذا الشكل بعد ذلك سنقوم واختار Envelope Distort ثم الخيار الثالث Make with Top Object ثم نحصل لنا هذا الشكل كما تشاهدين مع الآن فالنص تشكل أو تكون على الشكل الهندسي المراد استعماله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الطرس إذا كنت جديدا معنا قم بالاشتراك والضغط على زر Subscribe وأيضا لا تنسى بأعمل إعجاب للفيديو إذا أعجبك وكذلك لا تنسى بأعمل شير للفيديو ليستفيد أصدقائك ومن تعرفهم إن شاء الله ستكون هناك دورة خاصة ببرنامج الفوتوشوف في الأيام القادمة إن شاء الله أشكركم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته